بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عدة فعاليات استهدفت موظفيها وموظفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحت شعار محاربة التلوث البلاستيكي وأكدت سعادة هنا سيف السويدي رئيس الهيئة أن الجهود تركز دوما على ترجمة شعارات هذا اليوم ما يؤشر إلى أهمية العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة والعمل على إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات لتمكين العيش بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة فهذا الكوكب هو موطننا الوحيد وعلينا حماية موارده المحدودة